تسأل تقول بالنسبة للسحرة والمشعوذين يطربون دائما اسم الرجل واسم أمة لماذا؟ أختي أمينة بارك الله فيك يعني بالنسبة للسحرة والمشعوذين لسنا بحاجة إلى أن نعرف وسائلهم وأساليبهم لأنهم لا شيء وليسوا بشيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان ليسوا بشيء ولذلك نحن نعتقد بطلان ما هم عليه ونعتقد ظلال ما هم عليه ولذلك هم يتلاعبون خلال الوسائل والأساليب أحيانا يا أمينة قد يقرؤون القرآن ويجعلون القرآن صيد لضحاياهم يجي ساحر أو كاهن فيقرأ القرآن ويجعله جنة حتى يصيد الضعفة والمساكين كثير من الناس أصبحوا صيد ثمين لهؤلاء السحرة لما قالوا والله يخيم علق مصحف أو يقرأ القرآن أو يكتب مثلا الحجب فيصيدونهم بمثل هذا وربما قالوا كلام لكن يخفون أشياء كثيرة ومن جملة ذلك هذه المسألة فهم يعني يحاولون أن يفهموا من يأتيهم بأنه إذا سأله عن اسم أمه فهو سيصل إلى نتيجه وهذا إن تأملتيه وجدتيه بأنه طعم في الأعراض أنه ما سأل يسأل المتردد عليه عن اسم أبيه وكأنه يتهمه بأنه ليس من نكاح وإنما من سفاح يقول عطني اسم أمك وبعض الناس مغفلين ما عنده مشكلة يعطيه اسم أمه فقط والواقع أن الساحر يريد الإضرار به يريد أن يزرع الشك في نفسه يريد أن يضرب مسمار في نعش شرفه وعرضه وكرامته وقيمته فهنا هنا المسألة فهؤلاء أهل باطل وليسوا بشيء بارك الله فيك